اشتركوا في القناة تحدثنا عن نضال اهل البيت والملايين تحدثت عن نضال اهل البيت وعن معاناة اهل البيت وعن جهود اهل البيت وثورات اهل البيت وكتبة الالاف من الكتب عن دولي وجهادي ونضال اهل البيت الاطهار ولكن يعز علي ان اقول لكم باننا اغمطنا جهدا اخرا وهو قد يوازي الجهد الذي بذله رجال اهل البيت تحدثنا يوم امس عن دور الحوراء زينب في معركة كربلاء حتى هناك كتاب اسمه زينب بطلة كربلاء وهي بحق الحسين وزينب عليه السلام هم كانوا بطلاء كربلاء بالضافة دعا طبعا كلهم كانوا ابطال ولكن دور الحسين عليه السلام ودور الحوراء زينب كان متميزا بهذه القضية ولكننا لم نتحدث عن نضال نساء اهل البيت البيت لم يهنوا ولم يستكينوا ابدا في مقارعة الظلم واحقاق الحق وعادة المسيرة الى صوابها وتحدثنا عن الثورات وقاد الامام الفلاني وقاد كذا وقاد كذا ولكننا لم تحدث عن دور المرأة المرأة نساء اهل البيت اقول بان المرأة بصورة عامة تتحمل اوزار الحروب والكوارث اكثر من الرجل كيف عندما تحصل الحروب الرجال تهب للقتال فمنهم من يستشف ومنهم من يؤسر ومنهم من يجرح ومنهم من يقعد بسبب اصابته وغيرها تقريبا دور الرجال ينتهي بانتهاء المعركة قد يبتدأ قبل بداية المعركة ولكنه ينتهي بنهاية المعركة بصورة عامة طبعا ان لا تكلم بشكل خاص ولكن من يتحمل اوزار الحرب على مدى التاريخ المرأة المرأة هي التي ترعى ابناء المقاتل اذا كان طريدا او شريدا او اسيرا او كسيحا او شهيدا هو راح نعم خرجت قدرته من الواقع الانساني او الدنيوي بشكل كامل او مجتزع ولكن تبعات الحرب من يتحملها المرأة الزوجة الاطفال التي ترعاهم البيت الذي هدم التشريد الذي حصل كل هذه تتحمل منه المرأة تحدثنا عن دور الحوراء زينب في الحلقة السابقة وقلنا كيف هي تحملة اوزار معركة الطف الرجال استشهدوا في معركة الطف انتهى دور الرجال لكن ما بعد الطف ما بعد العاشر من المحرم من تحمل اوزار هذه الاطفال والعيره والاشياء كما تلحوراء زينب والنساء هذا النموذج فايضا في ثورات اهل البيت التي حصلت على مدى التاريخ كان الذي يتحمل وزرا لهذه الحروب وهذه الثورات هم نساء اهل البيت وذلك كان عليهن دور كبير جدا في الرعاية الزهراء عليه السلام ألم تتحمل وزرا كبيرا جدا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والله كان دورها كبير جدا خديجة الكبرى عليه السلام ألم تكون رفيقة وتحملت الشائكتين مع رسول الله زوجات الإمام علي زوجات الإمام الحسين زوجات الأئمة الأطهار إذا كان زيد أو كان الباقر أو الصادق أو الكاظم أو كل أهل البيت الآخرين كان لنسائهم دور كبير جدا مواضح في عملية أولا الاستنهار هذا الهم ثانيا في عملية استغلال النصر الذي حصل دائماً أهل البيت حتى في موتهم حتى في هزيمتهم فهو نصر كل ثورة أهل البيت التي حصلت حصلت في انتكاسات وهزائم عسكر ولكن النصر كان إلى جانب من؟ إلى جانب أهل البيت لأن إلى جانب الحق إلى جانب حركة التاريخ إلى جانب ما يرضى الله سبحانه وتعالى وبالتالي التي تقوم بكل هذه العملية هم منه من نساء البيت بالإضافة إلا أننا قصرنا كثيراً في كثيراً اللساء البيت الذي مارسنا الفقه واحدة من الفقيهات العظيمات اللواتي كنا في تاريخ من الإسلامي كانت في واحدة منهم في مصر يعني ومعروف دورها وبالتالي سيدة نفيسة سيدة نفيسة هي كانت أحدى أحفاد الإمام الحسن عليه السلام وكان لها دور كبير جداً حتى في تثقيفي وتفقيهي الكثير من أئمة الفقه السني والشيعي طبعاً يعني أيضاً لو نأتي إلى الجانب الآخر يعني في زوجات أهل البيت كان لهم دور دور كبير جداً في هذه القضية تصوروا أنه هذا الفقه الذي خرج من نساء أهل البيت حتى يثبت كم كان عظيماً أضرب لكم مثلاً واحد التاريخ أغلق أي شيء عن الزهراء يعني مثلاً الزهراء عاشت كل عمرها 26 سنة مع الرسول هي أم أبيها كما يقول الرسول عنها عاشتها 26 سنة البعض يقول 24 عاشتها البعض يقول 28 البعض لكن لا تتجاوز أقل من 24 سنة لكن هل سمعتم يوماً حديثاً نقل عن الزهراء يذكر عن سيدة عائشة يذكر عن أم سلمة يذكر عن فلانة عن فلانة عن حفظ عن شخصيات نسائية واحداً من الصحابة أم سلمة أم المؤمنين أيضاً ويذكرون عن كذا يذكرون لنساء كثيرات أحاديث ووقاع وأم حكيم وأم حرام وكذا وكذا وحفظة والمخزومية يعني ممكن يتألف كتب كثيرة عن نساء مرحلة النبوة وعن دورهن ويذكرون يذكرون عن تقدر تحقي كتاب كامل عن واحدة من تلك السيدات لكن هل أحداً تكلم عن دور الزهراء عليه السلام في الفقه والحديث وغيرها هل تجدون في البخاري ومسلم حديثاً واحداً للزهراء عن 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 الزهراء عليه السلام أبداً زينما زينما الزهراء عليه السلام عاشت أكثر من سيدة عائشة سيدة عائشة عاشت عمرها مع الرسول تسع سنوات وهي كان عمرها تسع سنوات لأن توفر الرسول وسيدة عائشة أبداً أبداً جيدة وجاءت طبعاً تعرفون يصير يعني شراء الجوال وغيرها والخادمات فكانت هي خادمة للزهرة طبعاً خادمة لآل البيت هم ليس كما الخدم الآخرين هم مساعدين في البيت يعني يعني هن سيدات ملزل يعني وبالتالي ليس خدم لم يتعاملوا مع خدمهم بصيقة سلبية فضة الأمازيغية البربرية التي لا تعرف العربية بعد فترة من معايشتها للزهراء أخذت لا ترد بكلمة واحدة أبداً إلا بالقرآن يعني تقولها السلام عليكم ترد عليك بآية تقول مثلا الطعام جاهز ترد عليك بآية تقول مثلا هل نظفت البيت تقول عليك بآية تقول هل القبر موج هل مطرت الدنيا هل هناك تراب هل 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 بدلت كلها ترد عليك بآية قرآنية فأي هذه تربت في بيت الزهراء يعني عرفت العربية في بيت الزهراء عرفت القرآن في بيت الزهراء زيان هذه غير العربية تصبح هكذا متحدثة بالقرآن إذن كم كان عظيما ذلك المدرس وهو الزهراء عليه السلام لم يسمع شيء هناك تعتيب تعتيب مطلق على دور الزهراء أعطيني الآن أعطيني أي شيء يذكرونه في الجنب آخر يذكرونه دعم الزهراء هي بيت الرسول وهي من سيد النساء العالمين يذكرونه هذا الشيء وهي ولدت كذا وهذا نوبات يقدمون هي ملاحظات وهي بن تخدج الكبرى وتزوجها الإمام علي وراح باعد درع ماله ومدر شنو ودخل عليها الإمام علي في السنة الثانية الهجرة وأنجبت الحسن نحن المحب آخر بيت ما نعرف أكثر من هذا عن الزهراء هذه التي خرجت الفقهات والتي كانت نساء الصحابة يأتين إليها في كل مساء ليتعلمن منها هذه التي علمت النساء كل شيء لا نعرف عنها شيء حتى نعرف بأن هناك إغماط هناك إغماط هناك غلق تام لدور أهل البيت نساء أهل البيت لعبنا دورا عظيما وكبيرا جدا في الإسلام في ثورات أهل البيت وفي رضالهم وبالتالي فإن هذا الشيء يجب أن نعيد النظر فيه ويجب أن نفكر فيه ونعطيه جزءا من حقه لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هذه الزهراء التي أنجبت وخرجت الحسن والحسين هم مدرسة من مدرسة علي ومدرسة الزهراء الطفل لحد العاشرة تقريبا هو يأخذ من أمه فالمرب الأول للحسن والحسين هي الزهراء هذا الفقه وهذا البلاغ وهذا العمق الذي كان في أبناء علي كان جزءا كبيرا منه في من الزهراء عبد الحسن كان بعض الأحيان منشغلا في الحياة في أشياء كثيرة ولكن الزهراء كانت فيها المحتضرة وهي المعلمة الأول ولذلك تلاحظ اللبنات الأولى أبلغ العرب بعد رسول الله هو علي عليه السلام وبعده يأتي الحسين عليه السلام ثم تأتي زينب أبلغ العرب على بعض المصادر أقراها يقول أنه أبلغ العرب في التاريخ يا زينب البليغ اللي عنده قدرة بلاغية يتعرض لكل المآسي وغيرها ويسيطر على الأحصاب وتوقف أمام الطاغية الذي قتل كل أبنائها وقتل كل أخوتها وقتل كل أخوتها وبالتالي توقف عبنها وببلاغة عظيمة الإنسان حتى لو كان عالم أثناء الشدائد يفقد يفقد حتى القدرة الآن هناك في ظروف صعبة عندما يسألونني أقولهم لا تركوني الآن أنا يعني خلوني أرتاح بعد ذلك أجوابكم فكيف أمرأة قتل أبنائها وسارت في الدنيا كلها ولذلك أقول بأننا نحن قصرنا كثيرا في حق نساء أهل البيت علينا أن نعيد النظر ونكتب عن نساء أهل البيت وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإيه اللقاء معركة تحياتي اشتركوا في القناة